بعد الضربة الموجعة التي وجهتها وزارة الداخلية للخلايا الإرهابية في جولة جديدة من جولات الحرب على الإرهاب وذلك برصد أكبر ضبطية أسلحة ومتفجرات في تاريخ الكويت أدان نواب مجلس الأمة أي عمل يستهدف الكويت وأمنها مثمنين في الوقت نفسه على جهود وزارة الداخلية والدفاع في التصدي لأعداء الوطن النائب عدنان عبدالصمد اعتبر أمن الوطن خطا أحمر داعيا إلى سد الطريق أمام كل من يستغل أي حدث لإثارة الفتنة الطائفية وشق صف الوحدة الوطنية مؤكدا أهمية تطبيق القانون على كل من يثبت سعيه للإضرار بأمن البلد من ناحيته وصف النائب كامل العوضي إنجاز الداخلية بالعمل الاستخباري الذي يضاف إلى إنجازات وزارة الداخلية مضيفا أن قانون جمع السلاح جاء في الوقت المناسب الذي تحاول فيه جهات إرهابية مختلفة إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار مطالبا بضرورة تكريم رجال الشرطة المشاركين في هذه الضبضية النائب الدكتور يوسف الزلزلة شكر كل من كان سببا في كشف الخلية مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية وإمكاناتها في رصد كل من يكيد شرا بالكويت وأهلها بدوره دعا النائب محمد الحويلة الشعب الكويتي الالتفاف والالتحام حول قيادته لصد هذه الموجة التي تستهدف الأمن والاستقرار مؤكدا ثقة الشعب والقيادة برجال الداخلية وقدرتهم على صد الإرهاب أما النائب طلال الجلال فقد أشاد باليقظة الأمنية التي تعيشها الكويت في عهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي ضربت أروع معاني التفاني والإخلاص مؤكدا أن الجهود التي يقوم بها الوزير عززت ثقة المواطنين والمقيمين بأجهزة الشرطة داعيا إلى ضرورة توفير جميع الإمكانيات المادية والاحتياجات التي تتطلبها الأجهزة الأمنية لقيام بواجبها على أكمل وجه النائب خليل الصالح توجه بالشكر إلى رجال الكويت الأبطال من عناصر استخبارات الجيش برئاسة وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح على الجهود الرائعة المبدولة التي كانت الأساسة للوصول إلى ترسانة الأسلحة موجهنا الشكر أيضا للعناصر الأمنية الأبطال بالأداء المتميز وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد النائب أحمد لاري هو الآخر أدان الأعمال التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلد من أي جهة كانت مستنكرا محاولات البعض استغلال مثل هذه الأحداث للإخلال بالأمن الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية لاري طالب الجميع إلى الالتفاف حول الدستور والقانون داعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه